لا يوجد هناك عديد من المعلومات الاتصال الهاتف استمر حوالي من 40 إلى 50 دقيقة كما لهارس كانت موجودة في الاتصال بين يمين نتنياهو كان معه الطاقم السياسي وأيضا الطاقم العسكري وقالوا بأنهم تحدثوا حول الرد الإيراني ولم يكن هناك المزيد من المعلومات أو التحليلات أو الإضافة هذا الذي يقيل حول هذه المكالمة الهاتفية ورغم أن مكتب نتنياهو اليوم كان قد صار بمعلومة بأن نتنياهو تحدث مع ترامب أو ترامب على الأقل هو الذي اتصل بنيتنياهو بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله صلى الله وأبلغه ترامب تهنيئته لاختيال هذا الرجل على حد قول ترامب وهذا الخبر عموما الذي كان قبل أسبوع سرب اليوم بالتوازي مع مكالمة بايدن نعم شكرا جزيلا لك أحمد البوديري مرسلنا كنت معنا من القدس المحتلة